السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلامذ الصف السادس وصلنا معكم إلى الجهاز العضلي وأهميته يؤدي الإنسان قبل كل شيء عندنا تعريف الجهاز العضلي من أجهزة جسم الإنسان يتكون من مجموعة من العضلات المختلفة في الناع والشكل هذا تعريف الجهاز العضلي من أجهزة جسم الإنسان يتكون من مجموعة من العضلات المختلفة في الناع والشكل الجهاز العضلي وأهميته يؤدي الإنسان في حياته اليومية العديد من الأنشطة والوظائف ومن هذه الأنشطة الحركة ويعد الجهاز العضلي أحد الأجهزة المسؤولة عن الحركة ويطلق على الجهازين الهيكلي والعضلي اسم الجهاز الحركي يطلق على الجهازين الهيكلي مع العضلي سوية نطلق عليهم الجهاز الحركي يتكون الجهاز العضلي من مجموعة كبيرة من العضلات وهذا أعزائي تعريف العضلات يتكون الجهاز العضلي من مجموعة كبيرة من العضلات التي تكسو الهيكل العظمي للجسم وتحرك أجزائه وتعطيه الشكل والمرونة فالإنسان لا يمكنه الركض والتنفس وحتى الشرب من دون العضلات والعضلات نسيج عضلي قوي يحرك العظام وتتكون العضلة من مجموعة كبيرة من الخلايا العضلية مما تتكون العضلة؟ تتكون الجواب من مجموعة كبيرة من الخلايا العضلية يؤدي انقباض العضلات وانبساطها إلى حركة العظام يؤدي انقباض العضلات وانبساطها إلى حركة العظام ما الذي يؤدي إلى حركة العظام؟ الجواب هو انقباض العضلات وانبساطها عندنا أنواع العضلات تقسم العضلات حسب طبيعة عملها إلى نوعين حسب طبيعة عملها إلى نوعين أولا عضلات الإرادية وهي العضلات التي ترتبط بالهيكل العظمي والتي يمكننا أن نتحكم بحركتها لذا سميت بالإرادية ومن أمثلتها الذراعين والقدمين ترتبط العضلات بالعظام عن طريق تراكيب تدعاء الأوتار الأوتار هي تراكيب تربط العضلات بالعظام الأوتار هي تراكيب تربط العضلات بالعظام توجد العضلات الإرادية بأشكال مختلفة فهي قد تكون طويلة كعضلات الساقين أو قصيرة كالتي توجد في حول العمود الفقري أو عريضة كالعضلات الموجودة في البطن النوع الثاني من العضلات العضلات اللائرادية وهي العضلات التي لا يمكن للإنسان أن يتحكم بعملها وحركتها فمن اسمها هي لا إرادية لا يمكن للإنسان أن يتحكم بعملها وحركتها لذلك سميت لا إرادية وتوجد هذه العضلات في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان مثل المعدة والقلب لكي أحافظ على صحة جهاز العضلي علي القيام بما يأتي أولا ممارسة الرياضة اليومية لاحظوا أعزائي بكل أجهزة جسم الإنسان ممارسة الرياضة مهمة جدا ممارسة الرياضة اليومية التي تمد عضلات جسمي بالنشاط وتجعلها أكثر قوة ثانيا عدم القيام بالحركات العنيفة والمفاجئة التي تسبب التمزق للعضلات ثالثا تجنب الوقوف مدة طويلة مما يسبب إعياء العضلات الساقين لما يسببه من إعياء لعضلات الساقين لماذا ينصح بتجنب الوقوف لمدة طويلة؟ الجواب لما يسببه من إعياء لعضلات الساقين ومن ثم عدم أدائها لوظفتها بشكل جيد وأخيرا عدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب مدة طويلة لما يسببه ذلك من إجهاد لعضلات العينين عندنا مراجعة الدرس مما يتكون الجهاز العظلي؟ الجواب يتكون من مجموعة من العظلات ماذا تسمى العظلات التي ترتبط بالهيكل العظمي؟ سميها العظلات الإرادية ترتبط العظلات بالعظام عن طريق تراكيب تسمى ما هي التراكيب التي تربط العظلات بالعظام؟ الجواب أعزائي هي الأوتار عندنا تكون هنا اختيارات تكون العظلات التي ترتبط بالعمود الفقري شون يكون شكلها عريضة قصيرة طويلة أم دائرية التي ترتبط بالعمود الفقري الجواب أعزائي قصيرة أي نوع تتكون عظلات الوجه إرادية النوعان معا لا إرادية ثابتة طبعا عظلات الوجه تكون إرادية انتهى درسنا لهذا اليوم أعزائي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته